السلام عليكم أعطيكم العافية معكم محمود قاطوع من مركز الاتحاد اللوثري قسم الدعم النفسي الاجتماعي إن شاء الله يارب جميعا بتكونوا بخير وبصحة وبسلامة حفاظا على صحتكم وتأكيدا على الإجراءات الوقائية الواجب علينا أن نتبع في هذه الفترة وهي البقاء في المنازل مشان هيك لح نكمل إن شاء الله للمحاضرات المتبقية في قسم وبرنامج الكيركيفر عن طريق مقاطع فيديو لح تنتشر على قناتنا قناة الاتحاد اللوثري مركز أمان المجتمعي أزرقاء الجديدين طبعا اليوم لح نتكلم عن موضوع مهم جدا ومنتشر في هذه الفترة وهو موضوع عمالة الأطفال بهذا الموضوع لح نتكلم على نقاط رئيسية أولا لح نوضح مفهوم عمالة الأطفال وما الفرق بين عمالة الأطفال وبين عمل الأطفال بعد ذلك لح نتكلم عن ما هي أسباب عمالة الأطفال والتي تدفع إلى عمالة الأطفال ثم لح نتكلم عن أبرز الآثار أو الآثار السلبية المترتبة على عمالة الأطفال وأخيرا لح نوضح أنه هل يمكن للطفل أنه أن يعمل وفق أنه قانون العمل الأردني أم لا طبعا بداية قبل أنه أن نبدأ في توضيح مفهوم عمالة الأطفال ونتكلم عن موضوعنا لابد أن نؤكد على نقطة رئيسية أنه نحن لما نتحدث عن طفل فالمقصود بالطفل هو كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره بحيث أنه متما بلغ سن الثامنة عشر أو هو كل إنسان تحت سن الثامنة عشر من عمره فهو يعتبر بمثابة طفل تمام؟ الآن نحن نأتي إلى تعريف عمالة الأطفال هلأ تعرف عمالة الأطفال بأنها هي كل عمل يقوم به الأطفال بحيث يمثل هذا العمل إساءة واستغلال واستعباد للأطفال وأن لا يراعي هذا العمل كرامة الأطفال يعني فكل عمل يشكل إهانة أو يؤثر على صحة الطفل أو له تأثير على نمو وصحة الطفل تمام؟ ويعرض الطفل للإهانة أو للاستغلال من أحد الأطراف فبالتالي هذا يعتبر عمالة للأطفال نشوف المفهوم الثاني له مفهوم عمل الأطفال حتى نوضح الفرق بينهم مصطلح عمل الأطفال وخلونا هنا إخواني وأصدقائي أن نوضح نقطة مهمة أنه نحن تكلمنا عن كل عمل يعرض الطفل ويؤثر على نموه ويؤثر على صحته ويعرضه أو يؤثر له آثار سلبي مما يشكل إهانة أو استغلال للطفل يعتبر عمالة للأطفال يسمى عمالة أطفال أما عمل الأطفال فهو عبارة عن كافة الأعمال إما أن تكون تطوعية أو قد تكون مأجورة والتي يقوم بها الطفل وهي مناسبة لعمره وقدراته بحيث يكون لها أثر إيجابي ينعكس على نموه العقلي والذهني والجسمي فيتعلم الطفل فيها المسؤولية ومن أبرز أن الأمور التي قد تؤثر عليه للطفل التعاون، التسامح، حب التطوع مع الآخرين أيوان، فبالتالي بعد توضيح المفهومة منلاحظ أن كل عمل يؤدي إلى تأثير على صحة الطفل ويعرض الطفل لمشاكل سلبية فإنه يسمى عمالة أطفال وهو أنه الواجب علينا التوعية حوله ونحد من انتشاره أما الأعمال التي تؤدي وتناسب عمر الطفل وتكون لها أثر إيجابي تنعكس على نموه العقلي والذهني فتسمى عمل أطفال وليس عمالة أطفال تمام طيب تأكيداً على توضيح المفهومين الآن سوف نوضح بعض القضايا نقاشية تمام؟ وهو عبارة عن نشاط نتكلم عن قصص حدثت ونرى أنه هل هذه القصة هي عبارة عن عمالة أطفال أو أن هذه القصة عمل أطفال ونوضح لتأكيداً على توضيح بين المفهومين نبدأ بالقصة الأولى يحكى أن طفلاً كان يعمل في أحد الأسواق التجارية أثناء العمل كان الطفل يهمل واجباته فتاة يوم وقع الطفل فأخذه أحد الناس إلى المستشفى فقال لهم الطبيب أن الطفل مصاب بسل رئوي فتوفي الطفل في فترة قصيرة أصدقائي وإخواني إذا نحن نظرنا إلى هذه القصة منلاحظ أن الطفل كان مهملاً لواجباته وبالتالي ترك المدرسة بسبب خروجه للعمل في أحد الأسواق التجارية وأن العمل قد أثر على صحة وأصاب بمرض سر أوي ونتج عن ذلك وفاة الطفل خلال فترة قصيرة فبالتالي هذا يعتبر عمالة أطفال أثرت على نموه وعلى صحته حتى أدت إلى وفاته خلال فترة قصيرة طيب نأتي إلى القصة الثانية يحكى أن طفلاً كان يدرس في المدرسة وبعد المدرسة تأمره والدته بالذهاب إلى السوق ليعمل لمساعدة الأسرة وبمرور الزمن ترك الطفل المدرسة وانخرط في العمل أيضاً من اطلاعنا للقصة الثانية فنجد بأن هذا الطفل أيضاً قد كان من أبرز الآثار والتي سنمر عليها فيما بعد ما نتكلم عنها أبرز الآثار التي أدت إلى عمله أنه قد ترك المدرسة لأجل العمل وانخرط في العمل فبالتالي تعتبر أيضاً هذه أنها عمالة أطفال نأتي إلى القصة الثالثة في أسرة طفل لديها يعمل بائع مياه وفي إحدى الأيام شعر الطفل بألم في ظهره ولما أخذه والده إلى الطبيب وجدوا أن الطفل لديه فصل في السلسلة الفقرية وذلك نتيجة لحمله قوارير المياه أيضاً من رؤيتنا لهذه القصة نجد أنها تندرج تحت ضمن عمالة الأطفال لأنها أدت إلى إصابة الطفل وتأثيره على صحته نأتي إلى القصة الرابعة وتقول بأن هناك طفل في أسرة فقيرة غير قادر على تعليمه وتركته يعمل في أعمال الطوبار ليساعدها وذات يوم من الأيام سقط الطفل على الدرج وهو يحمل الطوب فحمل الطفل إلى المستشفى فوجدوا أن الطفل أصيب بكسر في ضلوعه وندمت الأسرة على ترك طفلها يعمل عملاً شاقاً أيضاً هذه القصة تندرج ضمن مفهوم عمالة الأطفال حيث أدت إلى تأثير على صحة الطفل وتعرضت لصحته وأدت إليه إلى مجموعة من الآثار السلبية ونختم في هذه القصة الأخيرة بأنه يحكى أن طفلاً يعيش في أسرة فقيرة وكانت غير قادرة على تعليم طفلها وتركته يعمل بعد المدرسة مع عمه في محله التجاري أصدقائي وإخواني إذا نظرنا إلى القصة الأخيرة فإننا نجد هنا أنها تختلف عن القصص السابقة التي أدرجناها فهنا في هذه القصة أن الطفل لم يترك مدرسته هذه أولاً وأن الطفل قد كان يعمل بعد المدرسة وفي حال افتراض أن العمل كان ضمن ساعات معينة فبتالي تعتبر ضمن عمل الأطفال وليست عمالة أطفال لأنها لم تؤثر على الطفل ولم تحد من نموه أو صحته أو دموه الذهني فبعد الآن وبعد أن وضحنا المفهوم عمالة الأطفال ومفهوم عمل الأطفال وأوضحنا عن طريق مجموعة قصص عرضناها لننتقل الآن لنتكلم عن أسباب عمالة الأطفال أسباب عمالة الأطفال أو أن الدافع الذي يدفع الأطفال للخروج والعمل فأقول هناك أنه دوافع وأسباب ثقافية واجتماعية كثيرة لكن نستعرض أبرزها وأهمها أولاً أن التفكك الأسري فأن الخلافات التي تنشب بين الأب والأم غالباً أنها هي تكون السبب الرئيسي والهدف الرئيسي إلى خروج الطفل وتركه حتى للمدرسة والخروج لأنه العمل وأن يعمل وخاصة في حال عدم وجود معيل بسبب مثلاً حدوث حادث الطلاق أو إلى آخر فإنه لفقد المعيل للأسرة فيضطر أن الطفل الخروج ليعمل ويحصل على قوة يومه تمام السبب الثاني المستوى الثقافي للأسرة في بعض الأسر للأسف أنها تنظر بأن التعليم أمر لا فائد منه وأن الطفل في النهاية فإنه مهما تعلم ومهما حصل على شهادات فإنه سيضطر في النهاية إلى أن يخرج ويعمل فبالتالي فبعض الأسر قد تطلب من ابنها أن يترك المدرسة ويخرج للعمل وهذا هو السبب الثاني السبب الثالث فهو الفقر فحيث أنه وفقاً للدراسات التي أحصيت بأن تكثر نسب عمالة الأطفال في الأسر الفقيرة وذلك بسبب عجز الأهل أنه على الإنفاق على أولادهم أو بسبب قد يكون في بعض الأسر الكبيرة فيها عدد أفراد بشكل كبير فبالتالي يصعب على رب الأسرة أن يؤمن جميع احتياجات الأسرة فيضطر أحد الأطفال فيضطر أحد الأطفال لأن يعمل ويترك واجباته ويخرج للعمل لمساعدة أهله في مصروفاتهم وأيضاً نشير إلى أن الجهل لا يعتبر أيضاً له دور كبير كسبب من أسباب عمالة الأطفال لأن جهل الطفل نفسه وجهل أسرته هي الدافع أنه يقول أنه مهما تعلم فأنه لن يكون له شأن في هذه المسألة فبالتالي يطار ليخرج ليعمل ويترك المدرسة ويعتبر هذا السبب أبرز أهم هذه الأسباب التي تكلمنا عنها هي أهم أسباب التي تدفع الطفل للعمل أو لعمالة الأطفال طيب أبرز الآثار السلبية الناتجة عن عمالة الأطفال أولاً حرمان الطفل من الحصول على أبسط حقوق نعم فإن أبرز الآثار بل وهو يعد من الآثار أكبر أثر له دوق يعني أكبر أثر سلبي ناتجة عن عمالة الأطفال هي حرمان الطفل من الحصول على أبسط حقوقه أبرزها التعليم والصحة حيث أنهم بسبب لأن الطفل في عمالته وخروجه للعمل فأنه يفقد حقه في التعليم أولا وأيضا حقه في الطفولة لأنه لم يعيش طفولته مثل ما عاشها بقية الأطفال أيضا التعرض لظروف العمل الصعبة التي لا تتناسب مع الحالته النفسية والجسمية والعقلية لهذا الطفل وكما رأينا في القصص السابقة بأن كثيرا من الأطفال قد أثرت على صحتهم وعرضتهم لأمراض وبعضهم قد فارق الحياة نظرا لظروف العمل الصعبة نعم أيضا بالإضافة إلى أنه تنتشر الكثير من العادات السيئة فالطفل نظرا لخروجه للعمل فغالبا ما يتعرف على أن أشخاص هم أكبر منه سنا وقد يكون لهم عادات سيئة مثل تعاطي المخدرات والتدخين فبالتالي تنتقل هذه العدوى إلى هذا الطفل فبالإضافة إلى عمالاته فبالتالي نكون أمام أيضا مشكلة التدخين ومشكلة تعاطي المخدرات وواء إلى آخر من هذه الأمور تمام فإذا أبرز المعايير الأساسية التي تحدد إذا كانت طبيعة العمل أو التي يقوم بها الطفل استغلالا أم لا أولا عمر الطفل يعني هون لحنا نتكلم ونطرق لقانون العمل الأردني حيث أن القانون الأردني أولا تحت سن الثامنة عشر هل يمكن أن يعمل الطفل أم لا بشكل قانوني؟ نعم ولكن كعمر يجب أن يكون عمره ستة عشر سنة أيضا اثنين ظروف الطفل هلأ من ناحية ظروف الطفل أيضا كما قلنا أنها لا تؤثر على نمو ولا على صحته لا تؤثر على نمو ولا على صحته واشترط أنه أيضا القانون بساعات العمل للطفل نحن نعلم أن الساعات الرئيسية لأي شخص هي ثمان ساعات رسمية أما للطفل فستة ساعات ولا يجوز لصاحب العمل أن يشغل هذا الطفل أكثر من أربعة ساعات عمل متواصلة فيعطيه راحة وأن لا تكون الراحة ضمن ساعات العمل أيوان فبالتالي أولا نلاحظ بأن عمر الطفل تحت ستة عشر سنة لا يمكن تمام ويكون هذا العمل غير قانوني للطفل أيضا ساعات العمل يجب أن تكون حصرا ستة ساعات ولا يجوز أن تزهيد وأيضا أن لا يؤثر هذا العمل على كرامة هذا الطفل ولا يؤثر على نموه وصحته فإخواني في ختام هذه المحاضرة نعيد ونكرر خلاصة أن المحاضرة تتكلمنا فيها عن مفهوم عمالة الأطفال وما الفرق بينه وبين عمل الأطفال وأيضا طرحنا عدة قضايا للنقاش ناقشناها معا حول أنه ما هي أنه هذه القصة هل يتندرج ضمن عمالة الأطفال أب عمل الأطفال تكلمنا أيضا عن أسباب عمالة الأطفال والأسباب الرئيسية التي تدفع الطفل لترك مدرسة والخروج للعمل أيضا تكلمنا عن الآثار السلبية التي تؤدي إلى عمالة الأطفال وختاما تكلمنا عن أبرز المعايير الأساسية التي تحدد إذا كانت طبيعة العامة التي يقوم بها الطفل استغلالا أم لا وما هو موقف القانون الأردني من ذلك فإن شاء الله نسأل الله أن تكون جميعا بصحة وبخير وبسلامة لنبقى في منازلنا ونحافظ على صحتنا وإن شاء الله نستودعكم السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته